اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونسيج الجسم فبالتالي تستهدف عضو معين فيأتي استجابة محددة وتطلق في مجرى الدم هناك نوعان من الهرمونات بداية عندي الهرمونات الاستيرويدية النوع الثاني عبارة عن هرمونات الاحماض الامينية الهرمونات الاستيرويدية نتعرف على الهرمونات الاستيرويدية التي هي آلية عمل الهرمونات الاستيرويدية مثال على الهرمونات الاستيرويدية عبارة عن هرمون الاستيروجين وهرمون التستوستيرون لابد من معرفة آلية عمل هذان الهرمونات في جسم الإنسان أو بشكل عام الهرمونات الاستيرويدية بداية هذا عبارة عن الهرمون كيف سوف يتم استجابة جهاز الغدد الصماوة في الجسم الإنسان إلى هذا الهرمون سوف يدخل الهرمون الاستيرويدي عبر الغشاء البلازمي ألاحظ هنا هذا عبارة عن الغشاء البلازمي هذا عبارة عن الغشاء البلازمي الهرمون سوف يتم اتحاد الهرمون مع مستقبل الخلية مستقبل الخلية وين يتواجه يتكون أو مستقبل الخلية متكون في داخل نواة الخلية سوف يتم هذا الهرمون اللي تكلمنا عنه هذا هو الهرمون وهذا المشار إليه باللون الأخضر عبارة عن المستقبل فبالتالي اتحاد الهرمون مع المستقبل وين راح يصير وين راح يتكون داخل نواة الخلية عزيز الطالب لا بد من الإشارة أن عملية الاتحاد تسم داخل نواة الخلية فبالتالي راح تتحفز جينات محددة على إنتاج بروتين معين هذا البروتين المعين سوف يقوم بالتأثير المطلوب هذا البروتين سوف يقوم بالتأثير المطلوب هذا آلية عمل الهرمونات الاستيرويدية لو انتقلنا إلى النوع الثاني من الهرمونات عبارة عن هرمونات الأحماض الأمينية عندي نوعين من الهرمونات أو أمثلة على الهرمونات الأمينية عبارة عن هرمون الأنسلين وهرمون النمو لماذا لا تستطيع هذه الهرمونات أن تعبر الغشاء البلازمي للخلية المستهدفة لأن سابقا نحن نفس ما نعرف أن هذا الغشاء البلازمي يتكون من دهون لذلك عملية عبور الهرمونات الاستيرويدية صارت بسهولة بالنسبة إلى الغشاء البلازمي أما بالنسبة إلى النوع الثاني الهرمونات الأحماض الأمينية لا يستطيع هذا الهرمون هذا هنا الهرمون هذا الهرمون لا يستطيع العبور والدخول إلى داخل الخلية إلا بارتباطه مع مستقبل وهذا المستقبل سيكون هذا هو المستقبل في الغشاء البلازمي فلو قلت لماذا لا يستطيع أو لا تستطيع هذا النوع من الهرمونات العبور بداخل الخلية المستهدفة لماذا؟ لأنها تتكون من الأحماض الأمينية وليست من الدهون نتعرف على آلية عمل الهرمونات الاستيرويدية الهرمونات الأحماض الأمينية كيف يمكن أن تعبر خلال الغشاء لتؤدي دورها؟ بداية ترتبط مع مستقبل الخلية في الغشاء البلازمي للخلية المستهدفة هذا الهرمون وهذا عبارة عن المستقبل هذا المستقبل هذا عبارة عن الهرمون فعملية الاتحاد حدثت في الغشاء البلازمي هذا الاتحاد سوف يعمل على تنشيط إنزيم داخل الخلية فبالتالي يبدأ ويحفز التفاعل الكيميائي للحدوث في داخل الخلية المستهدفة فيعمل على استجابة الخلايا فالغدد الصمافي جسم الإنسان راح نتعرف عليها أول نوع من الغدد نتعرف عليها عبارة عن الغدة النخامية الغدة النخامية بداية تقع في قاعدة الدماغ فهذه عبارة عن الغدة النخامية تسمى الغدة النخامية بسيدة الغدد الصما فمن الممكن أن ينطرح سؤال لماذا تسمى الغدة النخامية بسيدة الغدد بداية لأن هذه الغدد أو هرمونات الغدة النخامية تعمل على تنظيم رقم واحد وظائف الجسم لا بد من الإشارة إلى رقم اثنين راح تنظم عمل الغدد الصماء الأخرى ورقم ثلاثة تعمل على أنسجة بدلا من عضو مثل هرمون النمو الذي يؤثر على النسيج العضلي والنسيج العضمي ننتقل إلى غدة أخرى وهي الغدة الدرقية أين تتواجد الغدة الدرقية؟ تتواجد في الرقبة تتواجد في الرقبة أمام القصبة الهوائية ما الأهمية هذه الغدة؟ أهميتها راح تفرز لنا نوعان من الهرمونات هرمون الثايروكسين هرمون الثايروكسين رقم اثنين عبارة عن هرمون الكاليستونين لا بد من معرفة أهمية كل الهرمونان هرمون الثايروكسين عزيز الطالب يعمل على زيادة الأيض في خلايا الجسم أما بالنسبة إلى هرمون الكاليستونين فهو يعمل على تنظيم الكاليسيوم في الجسم شلون يعمل على تنظيم الكاليسيوم في الجسم؟ نحن نفس ما نعرف أن الكاليسيوم مهم الكاليسيوم مهم لتكوين العظام وتجلط الدم ووظائف الخلايا العصبية وانقباض العضلات ننتقل إلى الهرمون الثاني اللي راح تفرز الغدة الدرقية وهو هرمون الكاليستونين كيف يعمل هرمون الكاليستونين؟ هرمون الكاليستونين عندما يرتفع مستوى الكاليسيوم في دم الإنسان سوف يتم إفراز هرمون الكاليستونين ما هي الإجراءات اللي بيقوم بها هرمون الكاليستونين للحفاظ على كمية أو مستوى الكاليسيوم في الدم؟ بداية يعمل على امتصاص الكاليسيوم وترسبه في العظام هاي رقم واحد رقم اثنين لا بد من معرفة انه يعمل على تحفيز الكلية في افراز او من افرازه في البول ففي البداية نقول حفز العظام على امتصاصها افرزت كمية من الكاليسيوم في البول رقم ثلاثة راح يخفض او ينخفض مستوى الكاليسيوم في ادام نتيجة الاجرائين اللي قام بهم هرمون الكاليسيوم فبالتالي عندي غدة اخرى تسمى بالهرمونات او عفوا الغدد جارات الدرقية هذه الغدد جارات الدرقية سميتها جارات درقية لانها تكون بالقرب من الغدد الدرقية فما هي اهمية جارات الدرقية هي التي تقوم بافراز هرمون يسمى هرمون جار درقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر